بأولى محطتنا لليوم رح نركز على مساحة بتخص الأطفال فمع انتهاء العام الدراسي وبداية فصل الصيف كثير من الأهالي ببعدوا الأولاد عن الفوضى وعن يمكن تقليب الوقت واخذ الموبايل كل الوقت أو التاب أو قاعدة على التلفزيون وبيواجهون إلى النوادي الصيفية رح نشوف شو أهمية النوادي الصيفية وديش مهم أنه نحن ندعم شخصية الأطفال بيئة الصيف رح نتعرف أكتر عن هذه الفائدة مع بيان عيد اختصاصية تربوية صباح الخير بيان صباح الخير سعاد صباحك صباح الفل يا هلا عم نحكي عن خطوة كثير مهمة هلا حتى نبلش فيها نحنا كأهالي وأنه نحن نبعد شوي أولادنا عن التعب عن الشاشات عن التكنولوجيا ونروح فيهم شوي لمهارات عقلية وبدنية خلينا بداية نحكي شو أهمية النوادي الصيفية أهم فكرة بالنوادي الصيفية أنه نحن اليوم عم ننمي عند الطفل هيك شوية مرونة شوية استقلالية نبعده عن الفوضى يلي هو بده يعيشه بالصيف أنه أنا نام لوقت متأخر وإسهر كتير بالليل ضوع وقتي على الإلكترونيات خلينا نقول يكون الوقت عم يروح سدى بهاي الفترة يلي الطفل بعدها هي فترة ثلاثة شهور ما لفترة قليلة أبدا بتحسي دماغ الطفل بيبلش هيكي يرجع ينام ويرجع ينطفى بس يرده يرجع الطفل على المدرسة الأهل بيتعذب والطفل بيتعذب لأنه خلينا نقول الدماغ الطفل عاشك فترة من السبات تغير برنامج ما عد بسهولة إنه يريد يرجع لنفس المرونة بالتالي وجود الطفل بالنوادي الصيفية كل ماله بيعطيه لياقة بدنية إذا كان فيه شيء بدني بيعطيه رياضة عقلية إذا كان فيه شيء عقلي بيعطيه مواهب إذا كنا مدخلينه بشيء بيخص الأرت والفنون وهكذا يعني بالتالي أهم أهم الفكرة بالنوادي الصيفية هي تنمية الاستقلالية بروح الطفل وتنمية المرونة سواء الجسدية أو العقلية تماما بياننا كتير من الأهالي بيقولوا أنه أنا بدي ابني يطلع أحسن مني أنا بحب كنت أنا وصغيري اتعلم أعزف على بيانو وهلأ بدي يعلم بنتي يعني دايما نحنا منحب يعني نحطهم بقصص حلمنا هو مو حلمون ولكن اليوم قديش مهم أنه نحنا نعطي خيارات عديدة للأطفال وهن يختاروا إن كان بالرسم إن كان بالموسيقى وإن كان بالرياضة أيضا بمختلف رياضات مثل ما ذكرتي أنه أحيانا الشيء للأهل بيحسوا حالهم ناقص هون بيزغرون ومفورا بيتوجهوا أنا لأنه أنا مثلا ما قدرت نمي حالي بالإنجليش أنا هلأ عم بحط ابني مثلا بكورس إنجليش وفرنسي وروسي بدأوا ينمي لغاته بس الفكرة مثل ما ذكرتي أنه نحنا ما منتوجه لرغبة الطفل ولشغف الطفل أنا اليوم مثلا للمستوى كمان طبعا لا الطفل شو بناصبه يعني أنا اليوم كتير مثلا حابة إني أنا نمي رياضة ابني العقلية بفوته حساب ذهني بس ابني ما بحب الحساب الذهني بالتالي أنا حيكون النادي الصيفي اللي أنا عم حطه فيه ما عم يحقق فائدة ولا عم يحقق شغف ولا عم يحقق مرونة أو رياضة أهم فكرة باختيار النادي الصيفي إني أنا أتوجه لرغبة الطفل وأتوجه للشي اللي هو حابب ينمي صيفيته فيه ينمي عقله فيه ينمي مهاراته فيه لأنه بالتالي هذا الشي رح يرجع عليه بالفائدة حتى بس يفوت عن مدرسة حتى بس يستقل ويصير شب ويتفوت لأعماله ولحياته فإذا لنفرض الطفل عندي حابب الرياضة مثلا فهذا بالنهاية كمان رح يرجع عليه بالفائدة بالرياضة البدنية بس هو بده يكبر لما أنا بدي فوت الطفل إنجليش مثلا لأنه هو رغبة عن إنجليش فالطفل بس يفوت كمان برضه على الجامعة بس يفوت على حياته المهنية فهو رح يشكرني لأني أنا فوته هو شي حابب لنفرض أنا وصلت لمرحلة الطفل ما له حابب مثلا أنا رغباني شي هو ما له رغبان شي بحاول إني أنا سجله بمرحلتين شي هو بحبه شي أنا بحبه بس مع الإقناع والمحاولة والدعم خلينا نقول والتعزيز لحتى أقدر أنا حقق أنا فائدة بدي إياه حقيقة عند الطفل وفائدة بنفس الوقت هو بدي إياه تمام لكن بياننا نحنا أكيد يعني موضوعنا كتير اليوم مهمة حتى نحنا نركز على شو الأطفال هنن يلي بيحبوا ولكن خلينا نحكي بنقطة كتير مهمة وهي أنه مثلا الالتزام ما بيشي أنه نحنا ما بدنا نفرض عليهم للأطفال مثل ما حكينا من شوي أنه بدك تتعلم بدك تتعلم نحنا بدنا نرغبون للأطفال طيب كيف نحنا فينا يعني نخلي هاي النشاطات هي مكافأة وليست تعقاب أنه إذا عزبتني بكرة ما في روحي على المسبح إذا عزبتني بكرة ما في حصة الرسم فكيف فينا نحب ما فيها هي ما أنا أبدا أبدا هي عقاب تمام هلا أول شيء مثل ما اتفقنا خلي الطفل يختار الموهبة اللي هو حابب يطور نفسه فيها تاني فكرة اختيار المكان اللي هو حابب يلتحق فيه طبعا بما يتناسب قدراتنا المادية إذا كانت بتسمح لهذا الموضوع بعد منها نبتعد عن أنه نخلي موضوع الروح على النادي هي موضوع سلاح إنه أنا ببعثك ما ببعثك بخليك تروح ما بخليك تروح خلص يعني نعتبر النادي الصيفي مثله مثل المدرسة كيف الطفل عم يروح على المدرسة لحتى يتعلم ولحتى يستقل ويكبر ويصير جامعي الفكرة بالنادي اليوم كتير كتير مهمة وكتير مطلوبة نحنا مثل ما منركز على التعليم الأكاديمي كمان كتير مهم اليوم نركز على المهارات الحياتية اللي هي رح تفيد الطفل بس يكبر نركز على المهارات الحاسوبية نركز على اللغات كتير مهم نحنا لما بدنا نختار هذا النادي نختاره بيكون بيركز على أكتر من فكرة ما بيركز على فكرة واحدة يعني لا نفرض أنا مثلا بدي خلي الطفل يلتحق بنادي بمدرسة معينة أنا ببحث عن مدرسة عم تقدم مجموعة أفكار بخلي الطفل يعني راح وراح يستفيد هو عم يستفيد رياضة هو عم يستفيد لغة هو عم يستفيد حاسة كل أهل عم يوفروا اقتصادياً بنفس الوقت أنه خلص أنا حطيت الطفل بمكان واحد أحسن ما يكون متنقل لما بيكون الطفل كمان عم يتنقل الصبح عنده مثلاً صباحة بعض الظهر عنده حاسة وبالمسا عنده إنجليش وهكذا بتحسي الطفل هو ضجر وهو أمل بيقول لك أنا أجلت العطلة لحتى إرتاح أنا ما ريحتوني بالتالي لما منبحث عن مكان واحد بيجمع بين خلينا نقول أغلب الأنشطة لأنه مستحيل تلاقي مكان فيه كل شي بس أغلب الأنشطة لأنه أنا حابب الطفل يستفيد منها فأنا بحاول أن يحطه فيه تمام تمام اليوم عم نحكي عن تشاركية بين الأطفال اليوم كتير مهم نحنا الدمج بين الأطفال وخاصة إذا كانوا من أعمار بعضهم بيقدروا يفهموا اليوم هنون شو عم يفكروا وغير الأهالي نحنا دائما تفكيرنا غير فبجوز بيصير بشوي الضغط خلينا نحكي عن أهمية هذا التعزيز الاجتماعي واليوم مشاركة الطفل لأطفال من عمرهم وبهذه الحالة يعني بيشغلوا وقتهم شوي خلينا شوي ما كتير يعني رغم كل النوادي ولكن الإلكترونيات موجودة طبعا طبعا فكرة اللي طرحتية كتير حلوة وهي ما يعني ما بتصير عنها بالمدارس بس بتصير بالأنشطة والنوادي الصيفية أنه هو بيجمع ما بين أعمار مختلفة يعني أنت مثلا من فوتس الطفل على مسبح فمعه جميع الأقران بالتالي هذا الشي عم يسعى أنه هو الطفل بيعتني باللي أصغر منه وبنفس الوقت عم يتعلم الاحترام ويتعلم تبادل الحديث مع الأطفال اللي أكبر منه شاركوا همومون أحلامون تمام تمام هو كان بالمدرسة خلينا نقول دائما بالدوام الشتوي هو عم يبحث عن صديق من عمره عم يبحث عن صديق من صفه أما هون اختلفت الأمور هو مضطري جاري خلينا نقول الكبير والصغير لحده يعرف أنه عم يحقق فائدة بهذا النادي يلي موجود فيه تمام بياننا كمان خلينا نحكي يعني بس مو أنه نشاركه بالنادي وهو يروح ويضيع وقت قديش مهم أنه يوصل لنتيجة يوصل لمرحلة يوصل لليفل محدد كمان ينتقل لليفل أعلى وليفل أعلى تمام في فكرة اليوم يعني هيك ينوهتي لي عليها ينسل مكافة يعني نوهتي لي عليها بسؤالك أنه كثير من الأهالي اليوم لما بتقرر أنه تحط ابنه بنادي صيفي مع الأسف بتقلك أنه أنا يلا خلصت منه هل كم ساعة تمام بعته عن الإلكترونيات كم ساعة خلصت من نقه مثلا وعفرته بالبيت وكذا هذا الموضوع كتير موضوع غلط وبالتالي بتلاقي الأهل بيختاروا له أي نادي خلص أنه أنا المهم أنه راح أربع خمس ساعات مثل ما كان يداوم بالمدرسة قضى وبعد عن البيت وبعد عن الإلكترونيات هذا الموضوع كتير خطر أنا حتى لما بدي ابحث عن النادي فأنا لازم ابحث عن مكان صح والأشخاص اللي موجودين فيه هنا أشخاص مؤهلين ومهيئين للتعامل مع الطفل لتقديم المهارات يلي ابني بده يكتسب بس بطريقة عالية وبطريقة صحيحة طيب قديشهم بمشاركة الأهل بالاحتفالات بروحهم مثلا على المسبح بأنه هنا يروحوا يشوفوا ابنه شو أنجز بكل كم يوم دائما أن يكونوا موجودين معه حتى له هالخمس ساعات كانوا بعيدين عنهم بس ولكن احنا موجودين موضوع المشاركة يعني أقل شي أنا بعرف مثلا طفلي بيروح على المسبح مثلا ثلاث مرات بالأسبوع يكون فيه روح على أدي شوف المستوى والإنجاز اللي الطفل عم يحققه لأنه أنا بعض الأطفال ما بيحكوا لأهليهم شو عم بيصير معهم بالنادي أو بالمدرسة أو بهكذا بتحسي الطفل بعيد والأهل بعيدين خلص الأهل أنه عندهم صار رضا زاتي أنه مو أنا حتطلك مصاري مو أنا سجلتك بهذا النادي فخلص أنا ريحت بالي وريحت ضميري لا موضوع المتابعة موضوع دعم الطفل موضوع تشجيعه دائما أنه أنت مثلا برافو هلأ بلشت تقطع مسافات أعلى بسباحة بوقت أقصر أنا بدي شجعك لأنه تقطع أكتر تسريع أكتر بالإنجليش مثلا إذا لا نفرض أنا صعب كان أني أنا روح أو أحضر معه فكتير حلو أنه أنا بالبيت دائما نصير فيه نوعا ما محاورة بيني وبينه شوف المستوى اللي هو وصله حقق ما حقق ما اعتمد فقط على الامتحانات يلي النوادي الصيفية هي بتعملها أو مثلا المزجات اللي هي بتبعثها أنه ابنكم حقق هيك لا إما لازم يكون دائما في حوار وتفاعل بيني وبين هذا الطفل والشيء الأساسي مثل ما ذكرتي حضرتك أنه لا أنا روح معه بالأوقات اللي أنا بتسمح لي وبدون ما تضغطني حتى يحس الطفل أنه أنا أقل شيء ببسوطة لنجاحة بعض شيء دعم يعني تمام دعمته وماشي معه حاسة وفرحانة بس شيء يلي هو وصله بالإنجاز لي هو حققه دائما المراقبة مهمة حتى بالنوادي الصيفية حكينا عن الأهمية وعن أهم شيء ممكن نحن نقدم لطفلنا خلنا نروح ننتقل للكوادر الموجودة ضمن النوادي اليوم لحتى ابني ياخد المستوى اللي أنا حاببته أو الشيء هو حابب أنه يكتسبه من ضمن هاي النوادي مفروض كادر يكون مؤهل ويكون يعرف يتعامل مع هذا الطفل اجتماعيا قبل مهنيا تمام هاي أهم فكرة أنه أني خلينا نقول لحتى يرتاح بالك تكوني عرفانة ابنك وين حاططي أهم لسه من المهار اللي هو الطفل بيكتسبها هو بدي يكتسب اليوم بالنادي ما فيه انضباط مثل انضباط المدرسة يعني هو عم يحتك بالمدربة اللي عم يدربه بطريق باحتكاك أعلى وبوقت أعلى بالتالي أنا كتير مهم أعرف أنه المدربة أو المدربة اللي موجودين مع طفلي هل هني عن جد مؤهلين للتعامل مع هذا الطفل؟ كيف بيتم اختياره النبيان؟ أول شي هنا يفترض يكونوا أشخاص خلينا نقول جامعيين تمام إذا لا نفرض نحنا كنا عم نعلم شيء أكاديمي إذا كنا عم نعلم مهارة من المهارات فهنا يفترض عن جد يكونوا مختصين بالإضافة لهي نقطة كتير بتفتقده كتير من النوادي أنه هنه يفتقلوا مهارات التعامل والتواصل مع الأطفال يعني بتلاقي هنه بوادي والطفل بوادي هنه شطورين مثلا أنا جبت اليوم حدا كتير شاطر أنه هو يعلم الطفل الاسباحة شطور باسباحة بس ما له شاطر بالتواصل والتفاعل مع الأطفال اجتماعيا تمام أنا كيف كأم بدي أتأكد من هذا الموضوع مجرد أنت فوتك على هذا المركز أو على هذا النادي أو أيا يكون بلشتي أنت تعرفتي على الكادر الإداري يفترض أنه الأهل كمان لازم يشوفه المدرب أو الشخص المسؤول يلي بده يتواصل مع هذا الطفل مجرد ما أنت حسيتي هذا الطفل هو شخص عن جد وديع هو شخص لطيف هو شخص خلينا نقول نزل لمستوى الطفل حكى رحب فيه حاوره فعرفي نوعا ما أنه أنت حاط طفلك بين أيدي أميني بالإضافة اللي برجع بركز على فكرة أنه نحن كتير مهم نرجع دائما خلينا نقول ناخد من الطفل هيك فيدباك سريع للشي اللي صار معه اليوم في شي حبيته أنت اليوم بالنادي في شي ما حبيته تمام نركز على هاي الفكرة لأنه كتير من الأطفال بتخاف تحكي بتقولك أنه ما بدي المدرب أو الكوتشيز على المني تمام ما بدي مثلا ما مطبطل تبعتني بجوز هو حابب حدا معين بس ما له حابب حدا معين بالتالي نحن لازم نعطي الطفل الشعور بالأرياحية لأنه هو يحكي لنا كل شي عم يصير معه ندعمه نشجعه بدون توبيغ لحتى يقدر يريد يرجع يخبرنا بكل الشغلات اللي عم بتصير بدي أحكي على فكرة إذا بتسمحوا لي كتير مهمة كمان أنه خلينا نقول نحن مرينا بظروف ما قدرنا نحط ابننا فيها بنوادي وابننا كان قاعد بالبيت أحد هالظروف قد تكون ظروف مادية اقتصاديا يعني ما حدا مرتاح الوضع كتير ضيق على كل الناس والنوادي كمان أسعارها كمان أسعارها نوعا ما غالية وبالتالي أنا كتير مهم أنه أنا أعرف أنه أنا عبي واستثمر وقت ابني بالبيت بس بيان بالمقابل في كتير يمكن أنشطة هي بمبالغ رمزية وأحيانا ممكن نلاقي أنشطة هي أو دعم نفسي للأطفال هي تكون مرجانية كتير اليوم للجمعيات والنوادي ما عم بتأثر بطرح هذا الموضوع تابع لبزارة التربية اليوم بضمن النوادي الصيفية طبعا يعني تربية بي دعمي بشكل مباشر كرمال موضوع الأسعار طبعا ولكن نحنا اليوم إذا ما فينا نروح إذا ما قدرنا إذا لا نشرد أنا ما بقدر كل يوم روح ووصل لأبني وكذا كتير نحنا مهم نضبط هذا الموضوع بالبيت اليوم الإلكترونيات متاحة خلينا نقول الأفسط ما يمكن جوالات متاحة بكل منزل كتير حلو أنه أنا استفيد منها ودالما استفيد منها سلبن استفيد منها إيجابا نحنا اليوم كتير في تطبيقات بتعلم اللغة الإنجليزية للطفل كتير في تطبيقات بتعلم الحساب الزهني في تطبيقات خلينا نقول بتنمي مثلا هي في ألعاب بس هاي الألعاب بتنمي ذاكرة الطفل كتير حلو أنه أنا خلي الطفل يشتغل عليها بس كيف بمتابعتي وبمراقبتي يعني لا نفرض أنا ابني حابب شي معين على اليوتيوب أنا بوجهه لأنه يتابع شي أنا كمان حاببته على اليوتيوب وهو بيفيد مهارته مثلا خلي هذا الشي مرفق كأني أنا حاطة الطفل بمدرسة أونلاين ابني عم يتفرج وعم يتابع بس نفس الوقت لازم يكون فيه بإيده مثلا ورقه وألم الشي اللي أنت هلأ اسمعته تمام سيفه كتبه ووثقه يعني قيدوا العلم بالكتابة كتير حلو أنه أنا خليت الطفل مثلا يلعب لعبة خلينا نقول لعبة بزل فيها تركيب أحرف فيها كذا أنا خلي الطفل مو بس عم يلعب بصريا هلأ مثلا الكلمة اللي أنت ركبتها بهي البزل حكيلي إياها حاول تهجيها حاول تقرأها على الأخص مثلا الأطفال اللي اليوم خلصوا من مرحلة الروضة وفايتين على المرحلة الابتدائية هدول الأطفال إذا قعدوا بالبيت هل 3-4 شهور فلبي ما يردوا يفوتوا على المدرسة تحسي نسي الأحرف نسي القراءة بدكتور تترجعي تشتغلي عليه من أول وجديد فكتير مهم أنه نحن اليوم نحاول قدر الإمكان من هذه المرحلة بالبيت أنه نحن نستفيد منها ونعصيها طيب كمان خلينا نركز على أنه ما فينا نحط أطفالنا بالنوادي ولكن قديش اليوم الطفل بيتمنى يخلص مدرسته لحتى يروح عند التيتا إن كانت بأي ريف أو إن كانت بأي غير مدينة أو حتى بنفس المدينة كمان هيتتواصل بين الأسرة الزيارات أنه مثلا الطفل يروح لحاله عند التيتا يعني مكافقته أنه يقعد عشرة أيام عنده بالصيفية قديش حلوة قدي بتعزز له ثقته بحاله تغيير شكل كمان أنا فكرة كتير حلوة يمكن لأنه بتحسي نوعا ما التيتات شوي عندهم استيعاب للأطفال أكتر من الموميات عندهم هدوء عندهم شوق لمرحلة الطفولة أكتر من المرحلة هالون أكتر من الأمام تمام بالعكس قعدتوا بهالفترة الزيارة عن تيتا فهي كتير مهمة لأنه بتلاقيهم قد يعملوا مثلا كيك مع بعض يشاركها بالأعمال المنزلية مع بعض إذا كان فيه البيت لنفرض حديقة أو بلقون أو شي فهني بيتعلم الاعتناء بالورود بالزرائع بهيك قصص فهذا الموضوع كتير مهم بالإضافة لأنه هو بينمي استقلالية الطفل لأنه أنا مدائما مع ماما مع ماما مع ماما أنا خلص كبرت لحالي قدران اعتمد على حالي لأنه هو بتلاقي الأولادنا بيقولوا أنا ما حعز بتيتا أنا ما حلب بيك تيتا فيني فخلص أنا لحالي بسبب دالك فيه عميبكي بدير جال عند أمه لا هذا الجيل ما بده أمه طيب يعني عم نقول عم نحكي عن فكرة النوادي السفية نحن عنا فئة من الأطفال اليوم عندهم مشاكل اجتماعية خلينا نقول أو حالات اجتماعية اليوم حيكون أو إلن هنون ما كان ضمن النوادي والكادر الموجود مختص بالأطفال اللي كان عندهم متلازم الدعون أو عندهم مشاكل دماغية تمام هلأ هذا الموضوع كتير حلو جزء كتير كبير اليوم من النوادي عم يعمل حالات دمج فهذا الموضوع كتير مهم بس الأهم فيه أنه يكون فيه الأخصائيين اللي موجودين أنه هن يكونوا قادرين يستوعبوا هدول الأطفال وقادرين يدمجوهم ما بين الأطفال الطبيعيين طبعا ضمن وقت مدروس لأنه إذا أنت تحطيهم بكامل الوقت مع الأطفال الطبيعيين فقد هذا الشيء ينعكس سلبا بدلا ما تكون القادة إيجابية فهي نوعا ما حتأخذ شيء من السلبية كتير حلو نحن يكون هذا الموضوع مفعل كتير وإيجابي كتير بس ضمن وقت مدروس خلينا نقول نحاول الأطفال الطبيعيين نشجعهم على تقبل الحالات الخاصة لحتى نحن نوعا ما نقضي على شيء اسمه تنمر لهذه الحالات نحاول بوقت غيابهم بوقت غياب الحالات الخاصة نجاوب الأطفال الطبيعيين عن المشاكل اللي هنا بيجوا بيسألك أنه ليش هذا الولد ما عم يحكيه ليش نطقه مع له سليم نحاول نشرح له نحاول نتقرب منه تمام نعلمه كيف يتعامل مع هذا الطفل مهارات التعامل ومهارات التقبل لهذه الأطفال موضوع كتير مهم وهو موضوع خلينا نقول يطول شرحه لحتى كتير مهم نحن نقضي على فكرة التنمر لهذه الحالات تماما ودمج الأطفال يمكن أمراض التوحد أو ذوي الاحتياجات بالمجتمع يعني أنت معا أنه هنين يندمجوا أكيد مع الأشخاص الأسوياء مو بس أنا أي أخصاء اليوم هن مع أول شي هذا الموضوع يعني بتقولي بيصيروا كتير عدوانيين الأطفال الأسوياء إذا ندمجوا مع لا 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 أبدا ما بيحقق عدوانية بالعكس هو بيحقق توافق وتوازن بالمجتمع لأنه في حالات نقذب ونقول أنه ما في حالات في حالات كتير كتير مهم أنه أنا اليوم إدمجهم لحتى هذول الحالات تأخذ حقك إنسان طبيعي عم يعيش بالمجتمع أما الأطفال طبيعيين أنه هن يحاولوا يتقبلوا يحاولوا يحتضنوا يحاولوا يستوعبوا كيف طريقة التعامل الصحيحة مع هذول الحالات ونقضي قدر الإمكان على موضوع التنمر على هذول الحالات طب بيان اليوم هيك من خلال وجودك ضمن هاي الأجواء والنوادي الصيفية شو حسيتي اليوم الطفل عم ينجح بأي اتجاه إن كان صباحة إن كان عزفرياضة حتى ذوي الاحتياجات الخاصة أو اللي عندهم حالات خاصة عندهم إبداع يعني هنن أطفال عندهم حالي من التمييز والإبداع يعني أكيد الله يعني صحير بالعالمين خلقوا بهذه الهيئة ولكن ميزوا طبعا شفنا نحن عم نشوف على السوشال ميديا متلازمة الطفل الموهوب طبعا يعني كتير مفروض نضوي على هاي الأصلا شو حسيتي اليوم نرجحوا بأكتر شي هلأ كل طفل من هذول الحالات يتميز بشي معين يعني فيه طفل من الأطفال اللي أنا مسؤولة عنهم موضوع الذاكرة عنده موضوع قوي جدا 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 أنت من خلال الذاكرة لما أنت بتقويله ألعاب الذاكرة وأنشغطة الذاكرة فتأكدي تماما أنه هذا الشيء رح ينعكس على تعليمه الأكاديمي لما أنت بدك تعلميه أكاديميا فهو قادر أي حرف وأي كلمة وأي رقم وأي شيء أنت يحططيها بما أنه ذاكرته قوية معنا بالأنشطة التفاعلية فهو قادر يخزن معك هذا الموضوع بالإضافة لأنه أنا مثلا عندي طفل لياقته البدنية عالية جدا جدا وطاقته عالية جدا وبالتالي أنا عم حاول فرط الحركة اللي هو موجود عنده أني أنا استغله قدر الإمكان بالأنشطة البدنية اليوم والرياضية سواء كان صباحة سواء كان كرة قدم سواء كان كرة سلة هو كتير بيحب هذا الموضوع فكتير نحن مهم نساعد الأهل بالتوجه الصح قد أنا مثل ما ذكرت سابقا ما لقيهم مجتمعين بمكان واحد بس أنا مثلا مسؤولة عن تنمية الطفل بهذا الجانب وجه الأهل أنه أنتوا توجهوا سجلوا الطفل نادي صيفي سجلوا الطفل رياضة خلينا نقول كرة سلة بأنه ابنكم كتير بيحبه وكتير عم يكرر هالعبارة قدامي فأنا وجه الطفل أو أهلي أنه هو يسجلوا بهذا المكان لحتى يقدر خلينا نقول أنا حققت له شي معين وهو حقق شي معين يعني بدنا نتمنى دائما التوازن النفسي للأهل وللأطفال كمان بدنا نتمنى لهم نعطل صيفية ممتعة وكلها هيك فرح شكرا كتير لإليك بيان عيد أخصائية التربوية أهلا وسهلا فيك يصرف شكرا لكم لكم سعيد صباحك وشكرا كتير للمعلومات الحلية اليوم نتمنى من النوادي الصيفية أن تكون هيك الأسعار تناسب الوضع الاجتماعي اللي عم نعيشه والاقتصادي أكيد شكرا بيان شكرا لكم